موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات مساء الخير برنامجة اليوم يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس من السادسة وحتى السابعة والنصف مساء ومع العناوين لهذا اليوم اعتقالات تطال أحد المسؤولين الكبار في شركة بيزيك ومستشار نتنياهو وآخرين في القضية التي تعرف بأربع تلاف هل نحن أمام انتخابات برلمانية مبكرة؟ هذا اليوم يصلت الضوء سمح بالنشر الإفراج عن شخص من منطقة وادي عارة تم اختطافه في العاصمة نيجيرية مقترح قانون منع الآذان يعود الكنيسة بتعديل أشد ويمنح الشرطة صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق انكشال جثة وتخليص عالقين بعد انهيار موقف سيارات تحت بناية في القدس إثر انفجار أسطوانة غاز حوادث العمل مستمرة مصرع هاني نجار من الضفة الغربية جراء سقوطه من ارتفاع طابقين في طمرة وإصابة عامل جراء انقلاب رافعة صغيرة قرب عكة وتخليص عامل سقط عليه جسم تقيل في ورشة بناء بالجنوب بعد قليل سنكون في الناصرة للتحدث مع كمال أبو أحمد رئيس الاستدروت في الناصرة ببث مباشر المهندس النصراوي سليم لحام يكشف ارتفاع عدد المقاولين الذين أعلنوا إفلاسهم في البلاد عامة والوسط العربي خاصة بعد قليل سيكون معنا في الاستوديو شبح هدم البيوت في مدينة الرمل لا زال يتهدد ستة بيوت طلاب المدارس في البلاد يشاركون بتمرين الطوارئ القطري للجبهة الداخلية الذي يحاكي سقوط صواريخ بعد أن أقالت وزارة الداخلية عضو بلدية شفا عمر عن قائمة التحالف الوطني الديمقراطي جميل صفوري نجاة أرملي تدخل كأول امرأة عضو بلدية في تاريخ شفا عمر بعد قليل سنكون في شفا عمر للحديث معها ببث مباشر فيلم وثائقي حول فوضى السلاح في الوسط العربي يكشف نسبة فك الجريمة في الوسط العربي يبلغ 10% فقط مقابل 80% في الوسط اليهودي منتجاء ومخرجاء الفيلم صميرة حاجحية وضياء حاجحية من الطيبي يتحدثان لهذا اليوم كيف يمكن أن نذوي تقيمة العطاء وتطوى بين أوساط الطلاف في المدارس ما شططان من الناصرة ووادي عارة تتحدثان لهذا اليوم هذه العنوين في برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية ببث حي ومباشر ونبدأ كيف يمكن أن تؤثر التحقيقات والاعتقالات في قضية بيزيك المعروفة بقضية 4000 على الحراق السياسي داخل البرلمان الإسرائيلي وهل نحن أمام انتخابات برلمانية مبكرة هل الشبهات المطروحة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء ولاية رئيس الحكومة لا سيما أن الحديث يدور حول شبهات متعلقة بمستشاره الإعلامي السابق بإقنع قاضية سابقة لإغلاق ملف عقيلة رئيس الحكومة المتعلق بمنزلها مقابل تعيين القاضية مستشارة قضائية للحكومة وما هي مكانة شاهد ملك في حالة تم الاتفاق مع المستشار السابق لرئيس الحكومة وفي موضوع الكنيسة والجانب التشريعي هل ستصادق الكنيسة على التعديل الشديد لمقترح قانون منع الأذن وفي حالة تشريعية هل هذا يعني منح صلاحية للشرطة لاستدعاء أئمة مساجد ومؤذنين وأيضا كيف يمكن الحد من ظاهرة حوادث العمل التي لا زالت تحصد الأبرياء حول مجمل هذه التساؤلات أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم المحامي يوسف مصاروي مختص في القضايا الجنائية والأخ غساني منير سكرتير التجمع في الليد والرملي وابراهيم بدوي عضو اللجنة الشعبية في الرملة أغسان مساء الخير أهلا وسهلا بك المحامي يوسف مساء الخير مساء النور أهل بكم أهلا وسهلا بك والأخ برهيم مساء الخير مساء النور السعادة أهلا وسهلا بكم إذن ننتقل للتحدث هاتفيا مباشرة مع حسن كعبي الناطق بليسيان وزارة الخارجية للإعلام العربي تم اختطاف مواطن من وادي عارة في العاصمة النيجيرية ومن ثم تم إطلاق صراحه حول تفاصيل هذه القضية ننتقل للتحدث مع الأخ حسن كعبي أخ حسن مساء الخير مساء الخير أهلا وسهلا نعم إذن ما هي تفاصيل هذه الحادثة إذا فيه إمكاني أخ حسن أطلعنا عليها مواطن إسرائيلي بما يقارب ستين سنة عمره من أحد القرى من وادي عارة زي ما تفضلت اختطفها يوم الجمعة الماضي على مشارف أبوجة في عاصمة نيجيريا المواطن هات بعمل في شركة إسرائيلية في نيجيريا شركة اللي هي من رجال أعمال وطم اختطافوا على مسلحين من أجل الحصول على فدية لأنه دول من النوع دول العالم ثالث هذا الإشي ظاهرة كبيرة هناك وأثناء عملية الخطف كان معه سائق وكان معه حرس وصار تبادل طلاق النار وقتلها فيه السائق المدني طبعه من أبوجة وتم نقل المخطوف إلى مكان يختبئ فيه من المخطفين واللي بدأقوله أنه بعد مفاوضات متاولة طويلة بين الخاطفين ومدير أعمال الشركة وكمان هناك دور مدارة الخارجية الإسرائيلية والسفارة في نيجيريا بما في ذلك السفير يعني نعم البحث ذاته والقنصل اللي يدخلوا مع السلطات واستعملوا جميع الوسائل مع الخاطفين ومع السلطات المختصة عشان يفرجوا عنه وهذا الصباح تم الإفراج عنه وهو بالطريق للبيت نعم إذن أخ حسن تم دفع فدية من قبل مدير أعماله في العاصمة النيجيرية هناك أنا بكون حذر وزارة الخارجية والسفارة الفائلية في نيجيريا مع مدير أعماله في الشركة هناك استعملوا كل الوسائل من أجل الإطلاق صراحة نعم إذن يعني بمجمل ما حدث أنت تقول أنه المواطن من وادي عارة من أحد القرى من وادي عارة نعم المواطن من وادي عارة تعرض للخطر لأنه الحادثي كان فيها إطلاق نار وأنت تقول أنه تم إطلاق النار حتى على السائق المدني من العاصمة النيجيرية وللأسف قتل مضبوط السائق تبع المواطن الإسرائيلي من أحد القرى بخير بسلامة والاختطاف طبعا هي عملية فقط لفدية فلوس بصاري لغير يعني لا يوجد هناك شيء ثاني وكان هناك محاولات نعم مفاوضات طويلة والحمد لله تم إفراج عنه هو بصحة تامة ونشكر السفارة هناك والكنسل وكل يساعده في نعم أخ حسن كعبي بدي أقول لك شيء واحد أستاذ شلاطة أنه أنصح كل مسافر مش بشغل أو بغير شغل في دول عالم من النوع العالم الثالث أن يأخذ حضره جدا 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 في سفاره للدول هذه نعم أخ حسن كعبي الناطق بلسان وزارة الخارجية للإعلام العربي شكرا جزيلا لك شكرا شكرا ونرجع لموضوع حوادث العمل إذن حوادث العمل مستمرة مصرع شخص من الضفاء الغربية صبيحة هذا اليوم في مدينة طمرة أخ إبراهيم بدوي حوادث العمل تتزايد وبالرغم من النداءات إلا أن هذه الظاهرة تتوقف شو المطلوب والله بصراحة بالنسبة للمعطيات الموجودة في إسرائيل ما يقارب 23 ألف ورشة عمل المضحك والمؤسف أنه فيه ما يقارب 18 مراكب على 23 ألف ورشة عمل الموجودة قبل أفكر أربعة شهر كانت عندنا ندوة في مدينة الرملة كانت من عدة حركات زي سيكوي عندين بياخد حركات اللي هي نقف معا حركات يسارية يهودية وأجوا وطرحوا كسة كمان تضامنة مع هذا والمعطيات اللي أعطونا إياها للأسف مذهلة هذا ما نتكلم عنه في جانب بين عرب الداخل فلسطينيين الداخل وبين عرب اللي من الضفة العرب اللي من الضفة يعني حتى التعامل معهم أو الصوت اللي لازم يبقى إنه يتعامل معهم في الإصابات وفكر من أول السنة لليوم أظن ضحية اليوم هو السابع بس من أول السنة نعم السابع ضحية السابع عدا عن أيضا يعني مواطنة سقطت عليها رافعة وهي الثامنة يعني يعد أيضا هذا يعني نعم كمسبب لحادث عمل أظن هذه المعطيات لازم تقول لك يعني جميع يعني من يجري للم كوتا عيشة يعني ولقمة العيش خاصة بيشتغل في شغلة اللي هي زي البناء والعمار هي شغلة مش سهلة أنا بفكر أنه لازم يبدأ الحزم مع المقاولين وإنزال أقصى العقوبات وبموضوع العقوبات هل القانون الآن المحامي يوسف مصاري وفقا للبنود المتواجدة في قانون الجنائيات يردع يردع أصحاب ورشات العمل أو حتى المقاولين إذا لم يتخذوا أنظمة السلامة والأمان للأسف الشديد لا خاصة في هذا الموضوع أنا أعرف أن القانون لا يردع نحن نعرف في عدة حالات كانت وفيات وفي النهاية أصحاب العمل المقاولين لم يأخذوا أي أحكام فيها الردع عادة أو يكون السجن مع وقف التنفيذ أو السجن بالأعمال أي ما يسمى بالعفودات شروط وهذا للأسف الشديد لا يردع ونحن نعرف المشكلة الأساسية هي استغلال أكثر أنا للأسف أقولها بكل وضوح استغلال العامل العربي وأكثر الفلسطيني والاستغلال أيضا يأتي في نطاق ثاني أن العامل الذي يعمل بدون تصريح عمل العامل الفلسطيني الذي يعمل بدون تصريح عمل لا يهتمون به لا من تأمينات تأمينات صحية أو تأمينات عمل أو أي شيء هناك إهمال أنت تقول أخي يوسف فيه هناك إهمال إهمال كبير وخاصة والأسف الشديد خاصة عند المقاولين العرب نعم أكثر عند المقاولين العرب ما السبب؟ يعني هل هي ثقافة ثقافة العمل لدى المقاولين أو كنت أشدد على المقاولين للثانويين؟ ثقافة العمل والجشع المالي أنا أشرل عامل بدون تصريح لأنه أرخص من عامل مع تصريح يكلفني أقل لكي أربح أكثر هذا هذا هي هذا هي المعادلة وشيء ثاني شيء ثاني وشيء مهم جدا عندما يحدث عندما تحدث حادثي مع هذا العامل أنت تعرف يأخذونه للمستشفى وعندما يأخذونه للمستشفى يوجد تكاليف يهربونه للضفة ويكون يعني إذن هذه سوق سوداء في وسطنا العربي وبالتالي الضرر ضرر على عائلة حتى العامل يعني مئة في مئة أنا سؤالي أخ يوسف قبل ما أنا سأنتقل للناصرة بهذا الموضوع أنا سؤالي ممكن أنه مصرع عامل معين في ورشة عمل العائلة لا تحصل على تعويضات حتى بعد مصرعه مئة في المئة في حالة أنه هذا العامل لا يوجد له تأمينات الكل يتنصل من المسئولية نعم الكل يحاول أن يتنصل من المسئولية صح؟ المقاول الأول أو ما نسميه كابل الرشي يقول لك أنا قول الرئيسي المقاول الرئيسي أو الأول يقول لك أنا لا يعنيني هذا المقاول الثاني المشغل نفسه يقول لك أنا لا أعرفه نعم سأستمر معك الأخ يوسف أيضا مع الأخ غسان إذن ننتقل بالصوت وصورة مباشرة إلى مدينة الناصرة حول حوادث العمل المستمرة تقريبا يوميا هناك حادث عمل وصبيحة هذا اليوم مصرع عامل من الضفة الغربية جراء سقوطه من ارتفاع طابقين في مدينة طمرة ننتقل لتحدث مع كمال أبو أحمد رئيس الهستدروت نقابة العمال في الناصرة أخ كمال مساء الخير مساء الخير أدقل جميع المشاهدين نعم أخ كمال يعني هناك من يقول في مجتمعنا العربي طفح الكيل موضوع حوادث العمل يعني تقريبا يوميا في هناك حادث عمل إذا لم يكن مصرع شاب أو عامل في هناك إصابات والإصابات انت عارف أيضا يعني لا انعكاسات على عائلة هذا العامل أنتم كنقابة عمال حتى الآن لم تخطوا استراتيجية واضحة صريحة ذات عنوان اللي ممكن أن تؤثر على الوزرات الحكومية سؤالي لماذا؟ أنا أعتقد أنه المسؤول الأول عن حوادث العمل هو مش للسدروت ولا النقابة المسؤول الأول عن حوادث العمل ولقاية في العمل هي الحكومة ومؤسساتها ووزراتها لأنه تقع عليه المسؤولية التكثيف من المراقبة في أماكن العمل لا يعقل أن تستمر الوضع كما هو في كل إسرائيل يوجد 13 مراقب على 13 ألف ورشة بناء لا يعقل لأنه لا يمكن هؤلاء المراقبين يوصلوا لأماكن العمل ويفحصوا الوضعي الموجود في أماكن العمل الشغل الثاني في مسؤولية أيضا على المقاور ومدير العمل المقاور ومدير العمل يتحمل مسؤولية بهذا المجال أنه لا يمكن يشغلوا عمال ويستهتروا في حياتهم وأرواحهم يجب أن يكون هناك الحماية الوقاية في العمل من قبل المقاول ومدير العمل في أماكن العمل والشغل الثالث الذي أقوله أنا وأنا أعتقد هي أهم من كل هذه الشغلات أنه العامل بحث ذاته مع كل الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الصعب وأهميته أن يجد أن يشتغل يجب أن يرفض أن يطلع على سقالي أو يشتغل في أماكن عمل اللي فيش فيها وقاية لأنه أنا أعتقد روحه حياته أهم من لقمة العيش اللي بده بهذاق النهار فلذلك في حاجة أنه أيضا أن يرفض العامل أن يرفض العامل أن يصعد على سقالي مش مؤمني أن يشتغل على رافعة مش مفخوصة أن يشتغل في ظروف عمل مفيهاش أمان فيماكن العمل حتى لو بضطر أنه صاحب العمل يفصلوا وأنا دائما بستشهد في مقولة الأب العامل اللي من دير حنة اللي كانت رسطب وأجي أشتغل شهرين واستشهد في العمل أنه حياة العامل أهم من لقمة العيش طب أنا بس سؤالي أستاذ كمان يعني أنا بتدرجع على بل مسؤولي الأول بتدرجع إذا ممكن بعد إذنك أنا بتدرجع للجزئية الأولى من سؤالي أنت قلت أنه هاي مسؤولية الحكومة ماشي هاي مسؤولية الحكومة ومسؤولية تخصيص ميزانيات أنا ضد أنه يعني آه ماشي مسؤولية الحكومة آه ماشي لا في حاجة التأكيد والتركيز والمطاوبة والمداعبة والملاحقة في الحكومة اللي هي مسؤولة عن مراقبة أماكن العمل طيب وأنه ماشي هاي يعني كأنه فيه من ستة عغيرنا أنا رأيي المسؤول الأول والأخير في هاي البلاد هي حكومة إسرائيل الوزرات طب كيف أنتم أستاذ كمان كيف أنتم كنقابة عمال ضغطتم على الوزرات هل قمتم بإعلان إضراب معين هل قمتم باحتجاج معين هل توجهتم لهذه الوزرات شو عملتوا شو الشغلات اللي انتم عملتوها خلينا أعرف أنا بأعتقد أنه كان يستدروت كنقابة عمال كان فيه إضراب لحاملين العاملين الرافعات في إسرائيل وكان فيه مظاهرات في القدس في القدس وإحنا أيضا نسعى ونهتم أنه نرفع من وعي العامل من ناحية وقاية في العمل إحنا نضغط في الكنيس من خلال الكتل البرلمانية نضغط يا إستدروت في كل المفاوضات أهمية أنه نحصن العامل في وقاية عن العمل ولكن يبقى المسؤول الأول والأخير هي الحكومة مش النقابة مش الإستدروت محذاتها الإستدروت هو عامل مساعد مثلها مثل باقي المؤسسات الثانية ولكن المسؤول الأول يعني إذا بداش أحكي بدأقول أعضاء كنست مش أعضاء كنست مسؤولين دورنا كلنا نضغط على الحكومة بكل الوسائل من شان إحنا نوصل لإيجاد مراقبين كفاية اللي يستطيعوا يوصل لأورشة العمل كل يوم كل يوم كل يوم مش بسيدي مرة وصلت الرسالة أخ كمال أبو أحمد رئيس الإستدروت في مدينة الناصرة شكرا جزيلا لك شكرا لك أين هي الحلقة الفارغة أخ غسان في هذا الموضوع هناك مشكلة نحن نرمي الثقل على الحكومة ونطالب الحكومة ولكن هناك إمكانية للطلب من الغرفة التجارية والغرفة الصناعية اشتراط ترخيص للمقاول بشرط أن يدفع رسوم سنوية لتوظيف مراقبين من قبل المقاولين ليس فقط من قبل الحكومة هيك أنت بدل ما يكون في عندك 11 مراقب على 13 ورشة عمل ممكن يصير في عندك 24 أو 25 يعني ممكن هاي برضو تساعد في وجود رقابة نوعا ما على أماكن العمل نعم يعطيك العافية سنخرج لفاصل من ثم نعود ونواصل وسنكون مع قضية 4000 قضية جديدة لتعرف بقضية بيزيك وهل سيكون انعكاس لهذه القضية ربما انتخابات برلمانية مبكرة ولكن بعد الفاصل نعم عدنا من الفاصل إذن ضجة إعلامية ضجة سياسية وحتى في الكنيسة التفاعلات بعد الكشف عن قضية جديدة تعرف بقضية بيزيك أو قضية 4000 تتعلق ب شبهات بخيانة الأمانة وفيما يخص أيضا الفساد في القطاع العام أرجع لضيوفي هنا إذن المحامي يوسف مصاروي لديك معلومات حول هذه القضية قضية 4000 وما هي الشبهات وهل في نهاية المطاف يمكن أن يكون هناك أدلة وحتى تقديم لوائح اتهم نعم يوجد تطورات في هذه القضية نستطيع أن نكون كل ساعة يوجد تطورات آخر تطور أن واحد من المستشارين الإعلاميين أطلق صراحه في الصباح في محكمة الصلح بتلعبيب واستأنفت الشرطة وفي المحكمة المركزية أعيدة إلى الاعتقال لستة أيام وقاضي المحكمة المركزية قال هناك أنه هو متورط ويوجد ضده شبهات قوية وكثيرة ونحن نتحدث عن من هو كان شبكة الوصل حسب الشبهات بين القاضية هيلاء جيرستيل وبين نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق للرئيس الحكومة نبدأ بقضية 4000 كل القضايا ألف وألفين وثلاثة وأربعة هي مشتركات لقضايا نتنياهو إذن هذه القضية تحمل أربع تلاف لتبعوها لنتنياهو أنها تخص نتنياهو أربع تلاف ما نراه نحن اليوم ما نراه في هذه القضية أن يوجد شبهات أكوى وأخطر من قضية ألف وألفين حتى أخطر حتى أخطر من القضيتين اللي الشرطة قدمت توصيات بخصوص أقول لك لماذا لأن قضية ألف وألفين لم يكن هناك اعتقالات لشخصيات مرموقة ورجال أعمال كبار وفي قضية 4000 تم بأول أمس اعتقال شخصيات كبيرة جدا يعني حتى أحد المسؤولين الكبار في شركة في شركة بيزيك رئيس شركة بيزيك وحتى في وزارة الاتصالات والإعلام ووزارة الاتصالات فيلبر ونير حيفت نعم لذلك هذه هي قضية خطيرة وأيضا يوجد فيها أدلة حسب ما نراه اليوم تتصرع أخ يوسف تتصرع هذه الأحداث الأحداث القانونية وقضية الاعتقالات والتحقيقات يعني خلال فترة قصيرة يعني من شهر 12 صحيح احنا بنحكي عن أقل من شهرين لهالدرجة يعني في أدلة دامغة آآ لدى لدى الشرطة أنا أقول لك آآ هذه التحقيق في هذه القضية بدأ من مكتب مراكب الدولة عندما آآ عندما آآ آآ أصدر تقرير خطير جدا أن يوجد يوجد آآ علاقة غير غير صحيحة بين بيزيك وبين مكتب رئيس الحكومي وآآ آآ لذلك أنا أقول لك شيء مهم هنا آآ هذه القضية هي قضية خطيرة واليوم وبعد الاعتقال وبعد وبعد أهم نقطة بعد الظهور الشبهات حول آآ قضية القاضية جيرستيل نعم حتى أعضاء الكنيسة من اليمين ومن اللي كنت نفسه يفكرون الآن بشكل مختلف بالزبير والآن أنا هذا ينقولوني حلو الأخي إبراهيم بدوي إذن يعني يعني يمكن أن تتغير الأصوات في داخل اليمين اتجاه رئيس الحكومة هل تتغير قواعد اللعبة وإذا ما تغيرت قواعد اللعبة هل سنجهز لانتخابات برلمانية مبكرة والله أنا خوفي ما خوفي أنه صار الواحد لازم يحمل آلة حاسبة معه بين قضية ألف وقضية ألفين وثلاثة وأربعة بدنا آلة حاسبة أنا خوفي أكتر ما أتخوف منه أنه في ظل أخذ رئيس الحكومة نتنياهو إلى الزاوية أنه يكون في أشياء اللي راح تسير في جبهات خاصة جبهة جنوبية في قطاع غزة أو بجبهة الشمالية أو بجبهة الشرق الشمالية مع سوريا أو مع لبنان أو مع قطاع غزة أما بالنسبة للانتخابات فيا إخوة الانتخابات ما هي على الأبواب من غيرها الواسطة يعني ما ما يقلق لا نتحدث عن سنة الألفين وثلاثة يعني يمكن يكون شهر وشهرين وثلاثة أشد ما يقلق في الأوضاع اللي موجودة والراهنة في هذه الكضايا هو موقف المستشار القضائي للحكومة أنا أظن هل لدى بيبي نتنياهو هذه الحصانة القوية من بين كل يعني مرت علينا قضايا كانت مع أولمرت وغيره ما كانش زي عند بيبي نتنياهو هالحصان اللي موجودة عنده أو التملك أو حتى جايز إنها الصيغة الموجودة فيها الحكومة اليمينية هاي اللي كادر يغير كل الخارطة حتى جنائية أو القضايا اللي هو موجود فيها أخرة الثانية ما هو تفسيرك بالرغم من الشبهات هي بيظل شبهات سواء في ملف في قضية ألف وألفين وحتى ثلاث تلاف وأربعة تلاف لأنه حتى الآن يعني المستشار القضائي للحكومة مثلما ذكر أخي بريم ولم يقل كلمته الأخيرة هي شبهات بس كيف بتفسير بالرغم من هذا الوزن الثقيل لهذه الشبهات إلا أن رئيس الحكومة حتى الآن يحافظ على الائتلاف الحكومي رئيس الحكومة شعبياته حتى وإن كانت فاسد هي تنبع من مدى تعسفه وكرهه وعنصرياته اتجاه العرب يعني اليهود ما بهمهم إنه قديش أنت سرقت أو إيش سرقت المهم قديش أنت واقف مع المستوطنين قديش أنت بتقدم الأجندة تبعت اليمين وقديش أنت داير بالك وبتطب لا بس الشرطة يعني هي جدية بموضوع الملفات والقضايا هذا ليس بجديد يعني تنساش إنه عندك كتساف وقلمرت وبنزري وهيرجزون كل هالشلة هاي كلها دخلة للسجون يعني مش كتير إنه كمان بيبي يدخل للسجن اللهم إنه بيبي عنده ثقة أكتر وعنده أكتر تلاعب مع أمام الكاميرا ولكن كلهم من نفس المنظومة فيهون فساد رئيس حكومة اللي قاعد على الحكم من الألفين وتسعة من المفروض اللي تاني مرة كل ما طولت وظيفته كل ما أنت طال زمنك بالوظيفة هاي بيطلع عليك خضايا فساد لأنه فيش رقابة وقليل للرقابة المحامي يوسف مصاروي هل ستنجح الشرطة بالاتفاق مع شخص معين من المتورطين في هذه القضية والتوقيع معه على شاهد ملك ممكن وأنا أقول لك هناك اثنان على الأقل من بين المشتبهين يوجد لهم مهمين جدا من ناحية الشبهات ويوجد تهم ضدهم كبيرة وهم نير حيفت وآلوفيتش نفسه شاول آلوفيتش رئيس سيبازيك ومن الممكن أن تستطيع الشرطة بإبرام اتفاقية شاهد ملك أي ما هو شاهد الملك شاهد الملك هو من هو متورط مع شخص تاني ويأخذ تسهيلات من الشرطة والنيابة العامة مقابل أن يعترف على شريكه في الجريمة ما هو تخمينك شو ممكن يكون السقف الزمني يعني بقضية ألف وآلفين تقريبا سنة ونصف من التحقيقات من الاعتقالات وحتى التوصيات قدي السقف الزمني لقضية أربعة تلاف قضية أربعة تلاف بما أنه فيها معتقلين السقف الزمني غير اللي أنا أقول لك لماذا بالنسبة لقضية أربعة تلاف هنا يوجد معتقلين وشخصيات وقومة كلت وشخصيات مهمة فلا يستطيعون أن يكون لهم كل الوقت نعم في العالم وأنا أقول لك شيء مهم الشرطة تطالب المستشار القضائي هنا يوجد نقطة مهمة الشرطة تطالب من أول من أول التحقيق العلني تطالب المستشار القضائي للحكومة بأن يعطيهم يعطيهم موافقة لتحقيق مع نتنياهو وزوجته بالمقابل لكي لا لا يكون تشويش للتحقيق وهي مخالفة قانونية 100% ولكن حتى الآن لم يعطيهم المستشار القضائي للحكومة وهذه نقطة مهمة نعم أستغل الوقت معي أقل من دقيقتين أخ إبراهيم وضعية البيوت المهددة بالهدم في مدينة الرم لشو هي الله للأسف شهر ثلاثة يعني رح يبكى حافل نعمل من الله إن شاء الله أنه نقدر بهالما تبقى من الوقت في وصلني أنه بسبعة ثلاثة في عندي ثلاثة بيوت في مدينة الرملة اللي في عليهم أوامر هدم إدارية نعمل من الله إن شاء الله أنه نقدر نوقفها ونساهم بإيقاف أو تجميد أوامر الهدم في مشاكل إخلاء لست عائلات برضو من شركة عميدار في مدينة الرملة لعائلات مصدورة وضعها الاقتصادي برضو خربان وأنا بدي أستغل إذا أضعي المعاك دخلتين أقل أقل من الثقيقة أنا بدي أستغل منظر هلع للمطالبة من أعضاء الكنيسة العرب أنا كنت قبل شهر ونص في ما يسمى اشدلالي معا ديور تسبوري بأناشد أضاء الكنيسة العرب إنهم يطلعون لنا تنويه وتعريف الناس بمعنى ديور تسبوري ويمكن هو الحل الأكيد اللي نقصنا بالوسط العربي لنضع النقاط على الحروف بالنسبة لأزمة السكن في الوسط العربي يعطيك العافية الأخ إبراهيم بدوي عضو اللجنة الشعبية في الرملة شكرا جزيلا لك المحامي يوسف مصاروي مختص في القضايا الجنائية شكرا جزيلا لك الأخ غسان من يير سكرتير التجمع في ألد ورملي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم ننتقل الآن إلى شفا عمر بعد أن أقلت وزارة الداخلية عضو بلدية شفا عمر عن قائمة التحالف الوطني الديمقراطي جميل صفوري نجاة أرملي تدخل كأول امرأة عضو بلدية في تاريخ شفا عمر ما هي التحديات التي تقف أمامها الآن ماذا توجه للنساء في سياق الانخراط في العمل السياسي ننتقل بالصوت والصورة مباشرة للتحدث مع الأخت نجاة أرملي أخت نجاة مساء الخير مساء الخير أهلين مبروك أول امرأة عضو في بلدية شفا عمر مبروك لإلك ست نجاة الله يبارك فيك شكرا نعم ما هو شعورك يعني أول امرأة في تاريخ بلدية شفا عمر ولا طالما تحدثنا عن النشاط السياسي ودور المرأة ومسؤولية الأطر مجتمعة مع بعضها البعض بدمج النساء في العمل البلدي ما هو شعورك أنا سعيدة لكوني رح أنضم للعضوية في بلدية شفا عمر أنا كمواطنة شفا عمرية وكمان كامرأة شعور جميل وفخر لإلي أني أدخل عضوية بلدية شفا عمر عشان أمثل النساء في شفا عمر وكمان عشان أمثل الخط اللي أنا مآمنة فيه واللي بفكر أني بقدر أجيبه لبلدية ونشتغل عليه ما هي ما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الأخت نجاة أرملي كعضو في بلدية شفا عمر أنا بشوف أنه رح يكون فيه إلي دور في البلدية التحديات اللي رح توجهني هي بفكر التحديات اللي هي ممكن يتواجه كل عضو بلدية اللي هو جاي علشان يشتغل وعشان يسمع لإحتياجات الناس ويفكر بمشاريع اللي هي ممكن تفيد البلد أنا بتمنى بعضويت أن أحقق جزء من الأشياء اللي أنا بتمنى أنها تكون في بلدي شفا عمر اللي تخلي المواطن الشفا عمر بالآخر يحس بالانتماء والفخر أنه موجود في شفا عمر ممكن أنا كامرأة تكون بعض التحديات بتوجهني بشكل خاص أنا أول إيش رح يكون المرأة الوحيدة بالعضوية بس أنا متعودة من إنخراطي بالعمل السياسي بكتير مرات بيكون أنا المرأة الوحيدة في مجموعات مع رجال وهذا الشي ما بيأثر على إدائي وعطائي للمشاريع والأفكار اللي أنا جايبتها للمكان اللي أنا انضميت لإله حاليا ماذا توجه الأخت نجاة أرملي للنساء القياديات في جميع الأطر في البلدات العربية ونحن مقبلون على انتخابات سلطات محلية في شهر عشر القادم أنا طبعا بدي أستغل المنصة هاي والمنبر أدعي كل النساء أولا في بلدي شفاعمر أنا بعرف أنه في مجموعات نسائية عم تتكون في شفاعمر وهي ناوية خود الانتخابات بيشد على إيديهن وبشجاهن إنهن يستمروا في هذا البجال لأنه أنا حاب وبيدي أنه نساء يكونوا معاي في البلدية الشعور كتير حلو وكتير غامر وهو بيختلف من أنه الإنسان كيف بينادل من برية البلدية مع أني بعد ما شوية فايتي ولا جلسة بس صار شعوري بالمسؤولية كبير وحاسي أنه ممكن الأشياء اللي إحنا كنا نحلم فيها ونفكر فيها كمان كنساء وكمان كقضايا إلينا مهمشة ومغيبة إنه نجيبها إحنا على على المكان الملائم ونترحها أخت نجات أرملي أول إمرأة أعوضه في تاريخ شفا عمر في بلدية شفا عمر نتمنى لك النجاح في أداء مهمك شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك نخرج الآن لفاصل من ثم نعود ونواصل موضوع قضية أخرى نكونوا معنا عدنا من الفاصل المهندس النصراوي سليم لحام يكشف ارتفاع عدد المقاولين الذين أعلنوا عن إفلاسهم في البلاد عامة والوسط العربي خاصة ما هي الأسباب لهذا الارتفاع وهل هذا الارتفاع متعلق بخطة وزنة أو مشاريع إسكانية وزارية في مجال البناء والإسكان وهل مشروع السعر للساكن يمكن أن يتجاوب ومتطلبات الوسط العربي في مجال الإسكان والبناء وبالإضافة لذلك ماذا يقول المهندس سليم لحام حول حوادث العمل المستمرة في ورشات العمل أصدف معي هنا في برنامج هذا اليوم المهندس سليم لحام عضو إدارة المبادرين في اتحاد المقاولين في إسرائيل المهندس سليم لحام مساء الخير مساء الخير إلىك أخ بلال ولجميع المشاهدين أهلين فيك نبدأ وهذا المعطأ أخذت منك ارتفاع في عدد المقاولين الذين أعلنوا عن إفلاسهم يعني إحنا من 2008 اليوم تقريبا حوالي عشر سنوات إحنا أسبوعيا نقول أسبوعيا كل شهر بسمع أكتر من المقاول عمليا بيفوت في دائقة مالية منها بنقل أولى إعادة إعادة جدولة ديونه منهم القليل اللي بنجح يرجع لعمله والغالبية لا ترجع لهذا الكار كما قالوا بدوروا على شغل تاني أو بيكونوا صاروا ستينات سبعينات بيطلعوا على تقاعد وانتهينا من الموضوع هذا والمشكلة في الموضوع إنه كيف ما بتسأل على الموضوع هذا بتعرف فيش حدا اليوم صاحب مهني بيحب التاني يعني لو بقولوا لك هاي هاي بكل المهل موجودة ليش انكسر فلان قلة إدارة فالكلمة المتداول فيها كل وقت إنه هذا كله قلة إدارة وانت ماذا تقول وكأنه يعني اللي بيضله مثل حكاية مضاين لحد اليوم كأنه أنا يعني بيعرف أدير ممتاز وهدول اللي صار فيه إيش بيعرفوش يديره هذا الحكي مش مضبوط مبدئيا هو صح يعني العامل تبع قلة الإدارة هو عامل أساسي دائما بيكون ها بس في عامل تانية حتى لو كنت أنت مدير شاطر إذا تواجدت بتبدأ عليك وأهم هاليوم ما في أي عدل أو في شروط معقولة بالتعاقد بين الشركات البناء العربية واليهودية نحن نحكيش بس على فكرة عربية اليهود كمان بكثرة بس إحنا الظاهر نسبتنا كتير أكبر من نسبتنا السكانية نحن نحصتنا 40% بس في موضوع الإفلاس أنت قلت يعني هناك اللي بيقوله قلة إدارة بس أنا سألتك شو أنت بتقول شو السبب أنا قلت السبب الأساسي هو قلة إدارة بس عليه بعده هذا زي مرات أنت ممكن يكون عندك قلة إدارة مش بالذات بتجرك أنك تفلس ممكن أنت تربح أكل ممكن أنت ما تربحش ممكن أنت تخسر بورش معينة بالتاني تعودها هاي قلة الإدارة عما لما كانت الإدارة بتجيبك لوضع أنك أنت تفلس بدي يكون فيها جوانب تاني جانب الأساسي اليوم اللي إحنا بنشعر فيه بالسوق هو غبن في التعاقد ما بين الشركات الكبيرة وبين المكاولين بالذات اللي نسميهن إحنا بالعبرية التايكوني من الشركات الكبيرة العملاقة الكبيرة العملاقة المكاولين منهم طب نصل لك اتفاقية مش معقولة طب ليش مضيت عليها وروح تشتغلت كمان من لك الجواب اللي هو مكنع طب هل يطلعون هنا السؤال هل يطلعون هؤلاء المقاولين على هذه الاتفاقيات ولا على البركية يعني أنا بدا أشتغل بدا أخذ مشروعه وبدأ أشتغل وهذا اللي صيبنا في البلاد في فرع البناء للسكن على فكرة هذا المضيع ما كانش فيك بالستينات سبعينات كانت الحكومة تعطينا شغول والحكومة ما في عند قصد إنها تكسر حدا أو تنتص مصارينه ودمه وفهمت على كيف اليوم انتكر الإشي بعد الخسخصة اللي صارت بالتمنينات صارت شركات خاصة وغلبها أنا بدا أسألك بموضوع المقاولين حتى الثانويين إذا بدا أخذ أنا مقاولين ثانويين في الوسط العربي مقابل مقاولين ثانويين في الوسط اليهودي أين يمكن أن أجد مقاومات الإدارة الناجعة والناجحة وين بالوسط العربي ولا بالوسط اليهودي سترى فيش وسط هنا بس في الشك إنه الوسط اليهودي في مستوى أفضل بإدارة الشركات إنها يسمعها أنا بوجود في تل أبيب في مؤتمرات ويعني وإيه العلاقات مع المقاولين هن يعني لما بنظروا إلي يعني بتطلعوا لما بقول المقاول عربي وكأن هن بيقولولي الله يسهل علي انتو بخربين السوق دوما يقولوها بس بتشعر أنت إنه هن بالنسبة إليهم بشعروا إنه إحنا كم قاولين عرب يمكن إحنا بنخلي الأسعار أوطى نحط أسعار واطي بدون مسارية وهي النتيجة تبعتنا فتحملوا نتيجتكم هذا أنا بشعره لأنني معاش رح تير شركات يهودية وبشعر المقاولة هاي فإحنا موجودين في مشكلة هون اليوم عدد الشركات اللي بتزود شغل في الوحدات السكنية هي قليلة كميات كبيرة واتفاقياتها مش معقولة الآن أنتقل لموضوع أنا طرحته بداية هذا البرنامج ضحايا أماكن العمل ورشاة العمل سقوط ضحايا للأسف حتى يعني صبيحة هذا اليوم وتطرقنا وطرحنا هذا الموضوع أنا بدي أخذ رأيك كخبير خبير كمهندس ما الذي يحدث في موضوع حوادث العمل المستمرة وماذا كنت أنت تقترح يعني حتى كمبادر وموجود في اتحاد المقاولين هنا في البلاد طرح بنرجع إحنا بنحكي كل الظواهر السلبية بالمجتمع بما فيها العنف واليوم أنا بسوط أنه بنسمع الحكي هذا اللي بدي أحكيه إسا اليوم كله يبدأ من العائلة والتربية ومن المدرسة وبعدين مؤسسات وحكومة وبلديات وتابعة إذا اليوم العامل العربي أو العامل حتى مش عربي جايع ورشة البناء وحياته رخيصة ألا حطط له مئة شرطة في الورشة ممكن بدي يسوي له حادثة لأنه هو مش عم بيهتم لنفسه هاي بالأساس هاي بالأساس إذا بالوسط العربي فين أشكالية تانية إنه فين دقي الشركات يعني مثل مثال بسيط في حي الجليل أنا متواجد غاد صار رفعت هنا أكثر من سبعمائة واحدة سكن إذا ما بصير في حادثة مسمع إلا حول بعض كلياتنا الشركات تقصد حي الجليل في الناصرة في الناصرة حي الجليل في سبعمائة واحدة سكن آخر خمسة تسنين أنا ما سمعتش على حادثة واحدة يعني جدية هاي شركات معتمدة كلها بتعمر هاي كل عمارة في لها مدير العمل تبعها اليوم القانون أجا يضغط علينا تنجيب مستشار لقضية الأمان تخيل أنت يعني أنا بضغطه ده سؤال بسيط الوسط العربي كيف يبنى يعني هل هو يبنى بواسط مكاولين مرخصين كيف يبنى يبنى فوضى على آخر أنا براه نكشغلي هاي واحدة وإذا حدا بقول غير شكرا بكون مقصود إش عن المقصود فوضى يعني اللي بعمر دار ثلاث طبقات وأربع طبقات هل مكاول مسجل بعمر البيت هذا هل في مدير عمل هنا براكم يعني أنت تقول حوادث العمل تحدث تحدث في هذه الورشات من خلال البناء الخاص أنه أنا بجيب معلم عمار بعمر لي البيت بهذه الورشات المؤكد شغل وحدي أنه اليوم لما فيه خبر بطمرة قال يرحمه عامل من الضفة عامل الأربعين سنة وبصير عنده حادث بقع من علق أربع مطار ما بقوله إذا هو جاي اشتغل عند شركة في عمار منظم ولا إشي بس شو لما بسمع المواطن العادي شو بقول هذا المكاول بده تكسير إيدين المكاول مكانش محاض مكفيش مكاول غاد شيء أصلا مش موضوع ما بقص الفرع لمكاولات المنظمة يعني هنا فيه شقين للموضوع المكاولين اللي بنضغط عليهم كل وقت وبرتبوا حالهم وفيه نتائج إيجابية غاد وفي المكابل فيه فرع البناء الخاص اللي هو فوضى بفوضى لا فيه مدير عمل ولا فيه شخص اللي يفحص الأمان ولا كل هاي الشغلات بتاتا يعني وهذا ينقلني للمحور الثالث موضوع تصور المهندس سليم لحام لكل قضية الأرض والمسكان أنا معاي يعني تقريبا خمس دقايق بس بحاول ألخص أنت فكرتك فيه حتى ورأيك بموضوع مشروع السعر للساكن اللي هو تابع لوزارة البناء والإسكان ووزارة المالية كمقدمة بس بحب أقول كلمة واحدة إحنا من مكابلة لمكابلة بنصل لنتيجة أنه مشاريع الإسكان والسعر للساكن هي بعدها بس في الناصر وبالناصر حتى بعد ما فيش شقة واحد يبلش بناءها في المشاريع اللي هي مشاريع السعر للساكن فبدأ فوت الموضوع من خلال زاوية تانية بعد إذنك يعني فضل هل إحنا عندنا رؤية مهنية وسياسية من أعضاء الكنيسة تابعونا من رؤساء بلديات كيف بدنا نشوف المدن تبعتنا؟ أنا فرقت بالطيبة عارش طيبة مدينة 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 الطيبة موجودة هيك تطلع مرة الطابق تنزل الطابق بين أربعة ثلاثة أربعة خمس طبقات مبينة كلها بناء خاص شبه المصاعد يمكن بتشوفها عند عيال غنية تحط مصاعد تعمل حساب لك عشرين ثلاثين سنة هل هاي هي الرؤية المهنية للمدينة؟ أنا حسب معرفتي لا المدينة إذا ما فيها مركز المدينة وما فيها بنايات عالية اللي حواليها في كل الخدمات هي لا تعتبر مدينة بدلها قرية كبيرة طب ما هو فش لليوم لليوم يعني فيه برضو مركب يتعلق بالعيلي يعني شو بيقول بيقول مرات الإبن إنه أنا بدي أسكن بجانب الوالد أو بدي أسكن بجانب عيلتي وفيه عندنا قطعة هالأرض نص دنوم دنوم بنا نعمر عليها أنا وإخوتي وانتهى الموضوع أنت تأخذ الآن يعني هذا التفكير إلى تفكير آخر اللي ممكن نصله أخرى عشرين وثلاثين سنة لقدام مش اليوم على فكرة المجتمع تبعنا هو مش موجود بهذا المقطع بشكل يعني بشكل عام للكل لا هاي ممكن تكون نقطة عند عيلي معينة اللي عندها نص دنوم الأرض في عيال كتير فيش عندها نص دنوم الأرض نعم في مشكلة للأراضي صح حتى في العيلي اللي عندها نص دنوم الأرض وفي عيال مع خمس ستة أولاد وسبع أولاد ثمان أولاد نص دنوم الأرض بشحل مشكلة كل العيلي الهدف تبعنا اليوم أنه ما في عامل يثقف قضية السكن المشترك أنه أنت تقدر تسكن كون مبسوط مش مع إخوتك وبس فاليوم مثلا أنا اليوم بشوف حالي أنه جزء من شغلي بقضية تأوجه وأقول قبل ما تشتري دار قبل ما تعمر دار حط أصبعك على المشكلة وفكر فيها منيح واستشير ناس مهنيين تتصل لها الشاب طب حلو بما بام هذا الموضوع موضوع أزمة السكن للأزواج الشاب وأنت قلت أنه مش الكل مظبوط مش الكل معاها حتى ثلاثمائة متر أنه يبني 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 دار وأنا بعرف يعني كثير حالات حتى بستأجروا أزواج شاب لأنه ما فيش فيش أراضي سلطات المحلية بتقوم بدورها بهذا السياق تخصيص قسائم للبناء إدخال هذه المشاريع أو هذا التصور اللي أنت بتحكي عنه بناءً على أنه المفروض يكون فيه تمدن في داخل البلدات العربية تفكير آخر تخطيط آخر أخينا نخد صورة إحنا شو الوضع الراهل الموجود اليوم الكرة العربية فيه جزء كبير ومش جزء صغير يعني من أراضيها هي أراضي خاصة والتداول بالأراضي الخاصة هي تداول حر بدوا يبيع بشكل حر واحد تاني بدوا يشتري وبصروا للسعر والأسعار اليوم صارت غالية ما عدا ذلك لتتواجد هناك أراضي للدولة وإحنا هاي الأراضي بدنا إياها أراضي الدولة لازم تباع بأسعار الخيصة المستثمرين اللي يقدر يعمروا عمرات عالية وينزلوا سعر الأراضي الخاصة لأنه إذا الأراضي الخاصة بيتظلها يدفع أسعارها ما في حدود للارتفاع فبدأت تعطي بديل للي فيش عنده أرض تعطيه سكن بدون ما يكون عنده أرض وما فيش عنده إمكانية يشتري الأرض الغالية هاي اليوم هون بيصير المعادلة سألت انت على السلطات المحلية والأرض ما فيش إلا علاقة السلطات المحلية والأرض إذا كان أرض خاصة وإذا أرض لبنها ليه في إلا علاقة بقضية التخطيط إذا الأراضي مش فيتي حتى بمسطح النفوذ لا لا أنا بحكي بمستوى التخطيط أكيد يعني بس إحنا وصلنا للتخطيط وصرف عنده الكسايم ممكن تكون الكسايم هاي خاصة فإش إلا علاقة اللي بيبيعوها أصحابها بالسعر اللي هني بيتوافقوا معها مع المشتري وفيه دق أراضي الثاني أراضي الدولي نعم هل اليوم الدولي مستعدة تيجي تعطي نص دونهم أرض لكل بيت وتقول هذا حل ثلاثة أربع عائلات لحد إسا سواتها الدولي سواتها بكفرمندا سواتها بعدة قرى أنا شايفها قدامي ها وهذا هو وهي مشاريع الإسكان وخلصنا فيش مشاريع الإسكان هذا هو النمط وهيك بيسير وهيك بدأ أساوي تفهمت على كيف؟ هل الدولي مستعدة تعطي نص دونهم أرض ويكون البناء كله من هالشكل؟ أنا شايف الدولي شو مستعدي وأنا مشترك في جلسات مزارة داخلية يعني بصيرش الدولي تعطي للعرب كله دور بهاي الطريقة وعند المدن اليهودية عمرات عشرين طابق وثلاثين طابق إذا توجه الآن المؤسسة الحاكمة وفقا لطرحك هذا؟ أنا تخميني أنا تخميني أنه التوجه لازي يكون توجه مهني بالصدفة يمكن بوافق للهابس يعني اللون هنهن بديو يطلعوا عليها نعم بشكل سياسي كان كل حلون وكل هذا يتعمر على رصد ظلم أرض بشكل وضعي على ما يبدو أن هذا هو الحل المهني لبناء المدن يعطيك العافية المهندس سليم لحام عضو إدارة المبادرين في اتحاد المقاولين في إسرائيل شكرا جزيلا لك شكرا نخرج الآن لفاصل ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى كنوا معنا عدنا من الفاصل كيف يمكن أن نذوت قيمة العطاء والتطوع بين أوساط الطلاب في المدارس وفي قطاعات مجتمعية وجماهيرية أخرى وكيف لقيم العطاء والتطوع أن تشكل رافعة للمجتمع وفي المجتمع أستضيف معي هنا في برنامجنا telling اليوم رشا محميد مربية وناشطة اجتماعية من أم الفحم وسائدة زعبي زبك ناشطة في جمعية فيراية إسرائيل لذول احتياجات خاصة ومرضى السرطان في المناصرة أخت سائدة مساءة الخير أحلام نور أهلاً فيكي وأخت رشا مساءة الخير أحلام نور أهلاً فيكي أبدأ معاكي أخت سائدة إذن ناشطة في جمعية فيراية إسرائيل لذول احتياجات المرضى السرطان عارفينها هاي الجمعية شو بتعطيه؟ هي جمعية عالمية موجودة في العالم أكتر من 90 سنة ووجدت في إسرائيل سنة 67 تقوم بمساعدة لولاد من جيل 0 إلى 18 سنة بتذويت الأداة الطبية اللي هنا بحاجة لها الأداة الطبية الماسة ومن ثم كمان تحقق الأمان لمرضى سرطان وذوق إحتياجات خاصة نعم وأنت ناشطة في هذه الجمعية منذ متى؟ نعم 12 سنة تقريبا ليه أنت موجودة هناك؟ خلينا أسألك أنا موجودة هناك لأني أنا بآمن بالسلام بآمن بالمحبة بآمن بالعطاء وبآمن في أي مساعدة لأولادنا العرب وكل أولاد الدنيا ما بآمن بإشي واحد يعني أنه ذريته دائما بتساعد أولادنا المجتمع العرب كتير بتساعد ولأنه عندهن التدويت جدًا 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 قيم نعم ونحن نحترم هذا الأشي لأنه لا تمييز بين مساعدة أولادنا العرب مع أولادهم يعني كلهم متساويين بجمعية ذريته بتحس إنه فيه تجنيد أيضاً يعني أعضاء لهذه الجمعية اللي يعملون للنهوض بهذا الموضوع الإنساني ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان أكثر فأكثر؟ طبعاً هذا معروف الإشهل أنه إحنا كعربيات قلائل جداً بالمجتمعنا العربي تقريباً إحنا تسع متطوعات عربيات وما يقارب إلى كتير عددهم في الوسط اليهودي نعم أخت رشا إذن رشا محميد ناشطة اجتماعية ومربية أم الفحم أنا سأذهب معك إلى ترسيخ روح العطاء والتطوع بين أوساط الطلاب في المدارس كمربي كيف يمكن؟ كيف يمكن؟ سؤال جداً رائع والحمد لله أن نفتح هذا الملف في قضية العطاء والتطوع في مدارسنا وتذويت هذه القيم لدى طلابنا كدهش بنكسنا هاي القيم في هذه الأون الأخيرة إحنا منلاحظ أنه في عصر فقد نهتم في تحصيل العلم وهذه الرسالة قد وجهتها أكثر من مرة من منبر هلا في أنه إحنا لا نحتاج فقط لطلاب لا نحتاج لأصحاب مهن ولدوي تحصيل علم عالي إحنا نحتاج لقيم ومن هاي القيم هي العطاء والتطوع في المجتمع ومنها بشعر الطالب أو بشعر الإنسان أنه منتمع لا نستطيع إنجاب محامل أو إنجاب دكتور أو إنجاب محاضر في الجامعات ولا يستطيع وليس لديه روح التطوع والانتماء لهذا المجتمع نعم إحنا بحاجة لتذويت هذه القيمة كيف نقوم في تذويت هذه القيمة في برامج كثيرة؟ بشوف إن المعلمين بركزوا على المنهاج التعليمي فقط من خلال المنهاج التعليمي نحن نستطيع إنجاب طلاب يتطوعون كيف مثلا لما أنا بعلم في موضوع البيولوجيا في جسم الإنسان ممكن أعمل صفراء للصحة في النشرات توعية لمجتمعنا ولأفراد مجتمعنا في كيفية نشر مثلا التغذية السليمة وأمراض القلب عن أي أجيال نتحدث أخت رشا؟ أنا أعلم في مدرسة إعدادية تذويت قيمة العطاء وتذويت قيمة التطوع منذ الصغر منذ جيل الابتدائي والروضة والبستان حتى إنه كيف تنظف صفك وتحافظ على ممتلكات صفك وتشعر إنه الطالب الآخر هو أخي إلك وعائلة فيه داخل الصف ولازم نحافظ عليهم كمان إيش مهم بيقوموا في كثير فعاليات وبرامج وبعملوها يوم الأعمال الخيرية لما بتسأل ابنك أو بتسأل ولد شو هذا اليوم بيقول لك يوم فعاليات رحنا رسمنا على الجدار وصرعنا أشجار ولكن لم نذويت إنه إحنا بدنا نهتم في جمالية البلد وإنه هذا نوع من العطاء لا يهتم لهذه القيم لأنه إحنا منفهمهاش لو لدنا طلبه ممتاز أنا أخت سائدة في قصة أنت حدثتنيها قبل البرنامج ما كنتش عارفها وأنا أثرت فيه شخصيا يعني وأنا قلتي لي بلال اسألني أنت موجودة في هاي الجمعية جمعية فرايتي لذول احتياجات الخاصة ومرضى السلطان أنت قلتي لي كنت مريضة بالسلطان شو اللي صار معاك المزبوط ما كنتش عارفة إنه أنا رح يوم من الأيام أمرض بهذا المرض ولكن الحمد لله على كل شيء ربنا دايما بعطي نعمه وممكن أنه أعطاني هذا المرض عشان أنا كمان أحس بغيري أكتر وأكتر مع أني أنا متطوعة مع هدولة الولاد ومع هاي الفئة فالإشي أخدته أنا على نفسي ولما أخدته على نفسي ومرضت في المرض زاد عندي قوة التحدي والصبر والألم والوجع كل هذا شفته المسيرة صارت أكبر رسالة كانت كتير أكبر وأوسع مع أنه رسالتي من الأول في التطوع هي كبيرة لأن ربنا سبحانه وتعالى هو أعطانا نعمة التطوع ونعمة العطاء هاي نعمة موجودة فينا في الفترة هي متنقلة من إنسان لآخر حسب شو هو بقدر يعطيها أي مساحة بقدر يعطيها فأنا كانت مساحتي جدا كبيرة وأنا من بعد كمان ما وقفت على إجري زاد عطائي أكتر وأكتر وأكتر ودايما بقول أنا رسالتي هي موجودة كانت مسيري صعبي كانت مسيري جدا صعبي ومؤلمي وهي تحدي تقريبا سنتين كاملات والحمد لله أنا أجاني في الأمعاء في نسبة جدا عالية 90 سنطة وأكتشف بشكل مش كتير حلو بوقت كتير متأخر وخلينا أقول لك وإهمال طبي أكتر الحمد لله الحمد لله الحمد لله ونشكر الله دائما ونحمده ونشكره على كل شيء وبالصبر وبالقوة حاولت أني أشتازه مع هدول الأولاد يعني المرض أعطاك قوة وإرادي أنا قبل هذا الإشي بس أنا مع الأولاد الصغار كون دائما أشوفهم ليش أني بنجحوا أني نسيطروا على المرض وبمحومن ذاتهم بلعبوا بفكروش فيه كتير فأنا دائما بقول بالتحدي وبالعطاء أنت بتقدر تصل لنعم كتير كبير أخت رشا يعني لو جمعنا قصص نجاحات في مجتمعنا العربي وقصة هنا نجاح وإرادة وطموح للأخت سائدة والله يعطيها العافية ويعطيها الصحة والسلام يا رب نوجا معناها إحنا منصل لمجتمع ثاني لها مجتمع اللي ممكن ما نحكيش فيه عن العنف أو الجريمي أو حوادث العمل نحكي عن هاي القصص قصص الإرادة والطموح هو بالصدفة إحنا مصصدفين الأخت سائدة في قصة نجاح وقصة كفاح اللي تعرض قصة طالباتنا في مدرسة خديجي الإعدادية إس عرضتها لكل الوسط العربي هي عرضتها لكل الوسط العربي وهذا الإشي اللي إحنا لازم نضكك عليه تجربتها هي عبارة عن رسالة لطلابنا وأولادنا رسالة كفاح رسالة كوة عزيمة وإسرار التطوع اللي عملته رغم المرض وصعوبة المرض ارتد عليها في الإشي الإجابي حاولت تقاوم حكتلي حاولت أقاوم عشان رسالتي لأنه في ولاد صغار بيستنوني مردين بهذا المرض فلازم أكون قوية الإشي الثاني والأهم إنه ربنا بنساش حدا وبضيعش عمل حدا دائما هيكي بنحكيها إنه لما أنت بتعمل عمل خير ربنا بيشوفك وبحاول إنه يدعمك فكداش كان المرض خطير وكداش كان ممكن إنه يصير مضاعفات خطيرة ولكن مع كل هالتجاوزت كل هاي التعب والإشياء ونجحت في تخطي من البداية أنت قلت لحالك أنا بدأ أتغلب على المرض طبعا طبعا أنا تنساش أني أنا بعرض ماتسيقوت في المدارس في الوسط العربي شرائح لتذويد قيمة العطاء بين طلابنا عشان أقول لهم كيف يعطوا كيف يتبرعوا كيف يدعموا الإشي الأليل ممكن إنه يصير إشي كتير كبير فكانت رسالتي دائما واضحة والمرض ما خلاني إنه أنا طبعا أنا بالأول تعبت ونفسيتي تعبت بس أنا تحدي كان عندي إصرار إنه رح أرجع أوقف على إجرية رح عمش رح أستمر بعد علاج التاني الكيماوي أنا استمرت بتحقيق الأمانة ما وقفت الإشي بالعكس كان إصراري وعزيمة قوة ذاتية مع إنه يقولوا جهاز المناعة بس ينزل ممنوع يكون فيه إنك تتعامل مع الناس بالعكس أنا بقول للكل ثابروا كونوا أقوية اعملوا شو أنتوا بتحبوا تيقسوش لأنه النفسية لما بتكون حلوة أنت بتقدر إنها تشتاز أشياء كتير نعم وبعطاءنا إحنا بنقدر نتحدى كل إيش بقلب الدنيا إذن يعني قصة الأخت سائدة ستصل أيضا للمدرسة أيضا تدعيم هذه المفاهيم مفاهيم العطاء والمحبة والإنسانية والإرادة والطموح أخت رشا الأخت سائدة والجمعية كلياتها رح نستضيفها في المدرسة رح تحكي عن قصة كفاحها وقوتها وتكون رسالة للطالبات ممكن إنها تكون نقطة تغيير أمل لكثير من الطالبات اللي يتحدان ملان من المصاعب والمخاوف في الحواجز كمان إحنا بما إن في مدرستنا وأي مدرسة أخرى تريد دعم التطور والعطاء يمكنها استضافة الجمعية وتقديم كل الدعم الكامل لأنه مجتمعنا بحاجة إنه يدعم الكلمة الأخيرة معي عشرين ثانية لإلك أخت سائدة شو بتوجهي؟ أنا بوجه رسالتي لكل واحد بقلب مجتمعي مجتمعي الحلو اللي أنا كتير بحبه وأنا فخورة فيه لأن أنا إنسانة عربية بقول لهم إدعموا أعطوا حبوا بالمحبة نحن نغير مجتمع صالح ونصل إلى مسامات جدا عالية والعطاء هو رمز لا يفنى موجود في داخلنا حققواه سوواه اعملواه أعطوا قد ما بتقدروا أعطوا ما تبخلوش على الناس اللي هي محتاجة وإحنا هيك منقدر نصلح ونصل إلى ارتقاء جدا عالية ستكونين معنا أيضا في برامج مستقبلي إلي إحنا مش متنازلين عنك وعن هذه الإرادة الله يعطيك العافي الأخت سائدة زعبي دائما تُعطي قيامنا الدينية في كل الديانات أساسها هي العطاء من دون عالية الأخت سائدة زعبي يزبك شكرا جزيلا وأهلين فيك والأخت رشام أحميد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم نخرج الآن لفاصل من تم نعود ونواصل موضوع قضية أخرى كنوا معنا عدنا من الفاصل الفيلم فوضى السلاح انفلات يقود للجريمة يكشف نسبة فك رموز الجرائم في المجتمع العربي تبلغ 10% فقط مقارنة مع الوسط اليهودي والتي بلغ 80% ما هي الشهادات التي استمع عليها مخرجاء ومنتجاء الفيلم وما هي أعداد أو أرقام السلاح غير المرخص في الوسط العربي أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم منتجاء ومخرجاء الفيلم سميرة حاج يحيى وضياء حاج يحيى من مدينة الطيبي أخت سميرة مساء الخير أهلا وسهلا بك أهلين فيك أهلين فيك والأخ ضياء حاج يحيى مساء الخير مساء الخير لك أهلا وسهلا بكم إذن فلنشاهد معا مقطعا من فيلم فوضى السلاح انفلات يقود للجريمة فلنشاهد هذا المقطع القصير معنا بجوز الشباب هذين الطايشين برضي طايشوا شباب زيهم مش مهم من أي شيئا فهذا بضرب الكل ما بضرب واحد لحاله تبقى التساؤلات الواجبة للبقاء على الطاولة مطروحة عن دور أفراد الشرطة والجيش في تورطهم بعملية تهريب وتجارة السلاح وهل تغض أجهزة الأمن الطرفة عن تلك التجارة بين الفينة والأخرى؟ لسيما بعد تورط العديد من أفرادها في صفقات مشبوهة يعني لو هذا السلاح وهذا الدعاء جدا يعني منطقي لو هذا السلاح تم توجيهه لأي في الموضوع الأمني أو في الموضوع العلاقات العربية اليهودية لتم إغلاق هذا الموضوع وإنهاءه بصورة فورية ولذلك يعني يمكن أن نقول بأن المؤسسة على أقل تعبير هي ليست معنية إن لم تكن متورطة في هذا الموضوع كانت مهاما شاقة حين تنقلنا من شخص إلى آخر علنا نجد إجابات عما يدور في ذهن من يحملون السلاح وعن الخطورة الناجمة عن ذلك وكان هذا المكان هو مقصدنا إلا أن هذا الشخص الخفي بعد مشاورات عديدة كان له شروط وأول هذه الشروط لا أسماء ولا وجوه نعم فيلم فوضى السلاح انفلات يقود للجريمة وأرجع لضيفية هنا أخت صميرة يعطيك العافية على هذا العمل أهلا سهلا شو الفكرة من وراء هذا العمل هذا الفيلم وضعنا في المجتمع العربي يتضهر من سيء إلى أسوأ إطلاق النار ربما نقول يوميا وربما خلال ساعات النهار ليس مقصورا على مدينة الطيبة فقط أو المثلث الجنوبي ولكن بالتحديد بالمنطقة المثلث الجنوبي هناك إطلاق النار والجريمة بواتيرة عالية تستمر وترتفع وحصاد أرواح الشباب لم يقتصر ذلك ولم يستثني أطفالا حتى من خلال تغطياتنا أو سماعنا دوية الرصاص ليلا ونهارا المجتمع العربي يغرق بالسلاح نعم نتلقى بيانات أيضا من الشرطة هنا إطلاق نار وهنا إصابات وهنا حرق سيارة وهنا جريمة قتل بدأنا بالبحث وكانت الفكرة لدياء صحيح أنه الزميل أيضا ابنك ابني وابنك نعم ولكن كنا شركاء في إنتاج هذا الفيلم وبدأنا بالبحث وبدأنا من هنا بالتحقيق كانت هناك صعوبة أود أن أشير لهذه الصعوبة عندما نتوجه لعائلات الضحايا كان هناك رفض وصمت كان صعب الإقناع كانت هناك تردد من قبل عائلة تريد أن تصرخ وفي ذات الوقت تخاف هذا صراع صراع كان كثير صعب ضياء أنا بعرف أنه الوقت شوي ضيق معنا بس أنا بدي أسألك أدي مدة الفيلم فيلم 31 دقيقة 31 دقيقة دي عدد المشاركين في الفيلم اللقاءات ستة شخصيات مختلفة كل شخصية لها دور مختلفة وفيه برضو توصلتم لمعطيات يعني من خلال هذا الفيلم كيف أنا بعرف نسبة فك رموز الجرائم في المجتمع العربي 10% و80% من مجتمع اليهود كيف وصلت لهذه النتيجة نعم بعد طبعا التحقيق الاستقصائي طبعا أيضا هذا المعطي هو الذي يعني أتينا من أجل أن نقيم هذا التحقيق أو العمل الصحفي هو فك لغز جرائم المنخفض في المجتمع العربي مقارنة مع المجتمع اليهودي إضافة إلى السلاح المنتشر بكثافة في المجتمع العربي وسهولة الحصول عليه من كبل الشرائح الشبابية الصغيرة بسهولة كبيرة وهذا ما تفجأنا منه خلال إعدادنا هذا العمل الفيلم نعم أخت ساميرا هذا الفيلم شكل لك برضو تحدي معين بموضوع العنف والجريم الجريم التي تستشري في البلدات العربية طبيعي نحن جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الذي يتضرر من هذا من آفة العنف والتي أيضا حصدت أرواح شباب والأبرياء ولم تستثني كما ذكرت لك أطفالا حتى هناك ضحايا أبرياء رصاص طائش في الأفراح نحن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وهناك أيضا مخافة بدأنا بالبحث حتى متى سيكون هناك أيضا لجان وهناك بيانات استنكار كل جريمة ولكن تنتهي بعد يوم يومين استنكار ومظاهرة وينتهي الأمر هنا وضعنا وسلطنا الأدواء على هذه القضية موضوع جمع السلاح الجريمة هي أداة الجريمة والتسارع في تنفيذ الجريمة هو السلاح إذا لنفرد أننا قمنا بجمع السلاح تقليص ممكن أن نكون تقليص 72% من موضوع الجريمة عمليا هذه جريمة قمنا بإحصائيات بمجودنا الذاتي سبعين جريمة قتل وقعت في المجتمع العربي في العام المنصرم 2017 نعم من بينها 57 جريمة قتل نفذت بالرصاص نعم وكان هناك أيضا ثلاثة منها برصاص الشرطة خلال العام المنصرم 2017 هذا معطى مؤشر خطير جدا أنا بدا أسألك شابه أنت هذا أول فيلم تنتجه وتخرجه رح يكون في مسيري مكملي رح يكون بإذن الله إيش المسير إن شاء الله طبعا سيكون أفلامي تتعلق في قضايا المجتمع العربي وهي كثيرة جدا المشاكل والقضايا التي تقد مضاجع المواطن في هذا المجتمع طبعا بدأنا في قضية السلاح والجريمة طبعا نحن في هذا الفيلم فصلنا بين قضية العنف والجريمة هنا تحدثت الوالدي زميلتك عن الصعوبات بإقناع أيضا عائلات ثكلة بإنهم يحكوا كيف كنت تقنعين؟ سؤال أخير كنا نقنعهم أن صوتهم يجب أن يخرج للعالم والمواطنين في المجتمع العربي بالأخص هذه الصرخة التي تأتي من الوالدة والوالد أو أقرباء أو ذوي الدحايا لأنهم هم من عاشوا الألم على جسدهم من خلال فقدانهم لدحية قتل وهذا استطعنا أن نقنع بعض الشخصيات بأن حديثهم للكاميرا سوف يكون خدمة للمجتمع يعطيك العافي لبنة أخرى لمكافحة العنف والجريمة الأخت صميرة حاج يحيى منتجة ومخرجة فيلم فوضى السلاح إنفلات يقود للجريمة شكرا جزيلا لك يعطيك العافي والأخ ضياء حاج يحيى منتج ومخرج فيلم فوضى السلاح إنفلات يقود للجريمة شكرا جزيلا لك إلى هنا ننهي برنامج هذا اليوم عبر القناة الفضائية تها ببث حي ومباشر أشكر الزملاء والزميلات الذين واللواتي رفقوني من خلال هذا العمل برفقة المحررة الرئيسية لبرنامج هذا اليوم فريدة جابر برانسي بخرج البرنامج ساري جابر أعزائي عزيزاتي كان معكم بلال شلاط نلتقي بأمان الله موسيقى